موسيقى مسائل فولي مسائل هانا ساعة كده وهنبلغ الإدارة عبى لما ترجعوا بالبضاعة المظهورة لا رايح فين انت هتفضل معي هنا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة وده كان اتفاقك مع رحيم؟ معلش فيش وقت لبش كده في الميناء فانت هتفضل معنا ناخد وانس بعضينا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة ولا تحب بقى أخلي العربيات قبل ما تتحرك ترجع المخازن تاني وهو نوفر بنزينة بص يا معلم لما تتفق مع رحيم السيوفي على حاجة هتتعور قوي قوي لما ترجع فيها جواب محاجن فكار اهشان اجهز ماش يلا يلا اعملوا يلا رجالان اجهز سرعة مطل بق عبودة مطل بق الأخبار والله أنا مش متطمن عربيات دخلة وعربيات خارجة مش فهم حاجة بص يا با أنا مش هتحرك إلا ما فهم إيه تيتا أنت مفتاح لدماغك معاها عبودة ماشي أنا جاي بالعربيات الفضية صح؟ ماشي روحت المينة حملتها بالبضاعة السليمة أمين وأنت في عربياتك هنا البضاعة المضروبة جميل حلوة أوه إحنا هنبدل البضاعة المضروبة بالبضاعة السليمة وناخد إحنا البضاعة السليمة وأرجع بالمضروبة على المينة أيوة الله يفتح عليك خلا نفهم يلا معاك يلا بينا وصلوا؟ تمام 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 العملية شغالة أعماد بيه العملية لسه هتبدا هما نفسه أعماد أشوفه لو أده الشام وهو بيتعسر قدام عيني إن شاء الله لما يروح السجن بأزوره خطيالة أرجالة بقى والنبل كيف أنشاء كيف تتعلم أنشاء الكثير من حتيارة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ايه انت شيد الشيك في جيبك ليه عيس ترجعه انا خاف من رحيم شو معنا اكيد هيعرف ان انا اللي هو والا المغرس ده ومش هيسبنا وبعدين بعدين اعمد بايه ده رحيم انت ليه حضرت ايدك في ما ساعة كده اميحب الماء الساعة جدا تصدق جريعا يا معمال تعالق الراجل ليه انت غايف يعني الراحيم يفهم ان ده مغرس سهلة احنا بقى نقلب على الترافيزة عارف تعمل ايه وعد لقولك بص يا سيدي انت هتروح له وتمسك في اخناقه وتقول له ضعطي فلوسي شقاية وتشد اوه في الموضوع ده ده هيخيل عليه هيخيل وعدشوف بس اتقال انت عليك خالص ومتكلموش نهائي لغاية ما نشوفه و هيعمل ايه حالالها لك يا عمي كيمو اي جنيه تطلع بيه منه ماشى يا كمال مشي تمن夜 اوضامي يا سيدي هاهااهاهاهاهاهاها حالف أقولوك يا كمال بذ تتحركش بمكانك يا شبورة رحيم زكرة رحيم الحمد لله على السلامة وفي ايه رحيم انا في الاول وبعد كده انت بسيطة الحمد لله ان احنا بخير الحمد لله انا عرفت ان العربية وزلت انا قلت مفيش حد في الدنيا ممكن يحل الموضوع ده غيرك انت يا رحيم انت عارفة حاجة انا دائما بتحت امرك بس رحيم في حاجة كده انا مش فهمها بيه هي هو انت شايف ان كل اللي بيحصل ده مش غريب ايه اللي غريب فيه يعني لما يكون في كمين نزلكم مخصوص ويتقبد عليك ويسيبوكم في نفس اليوم شايفوا ده ايه عادي كده يا اه علشان كده بقى طلبت يتقابليني في حتة بعيدة عن القصر ومركب حرس مش عيد انت شايف ايه حاجة لا لا مش انت اللي تزال انا اللي ازال والله انا لو كانك هقول ان انا عملت ديل مع الزابط علشان يخرجني على العموم لو مش عايزة نشتغل مع بعض تاني مفيش مشكلة انا لو كانك اخاف انا ما بخافش طب بالعقل كده هم يمسكونا ليه هم لقوا معنا حاجة ما هي لو نقطة تفتيش عليها هقول ماشي كلامك يعدي لكن لما يكون في كمين نزلكم مخصوص يبقى مش عادي ثم هم عرفوا خدت سيركو ازاي انا مش عجبني الكلام ولا لا طيب انا قلت اللي عندي انتي بقى لو لقيت اي تفسير تاني يبقى يكلميني يعرف يقولي يالله عشام يالله رحيم ولازنى حاجة مع السلامة ايه يا ابن انت هو انا تعرفيت يا ابن انت هو ايه ايه امتى طيب انجاي حال بس روح قللي اللي بعثك عيد ما تقول لها يا لأ عيد يا الله اتفع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة